السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مدارس بنات المستقبل الثانوية الوحدة التراث الدرس التراث الوطني الأفكار الواردة في الدرس أولاً أنواع التراث ثانياً أهميات التراث ثالثاً الأخطار التي تهدد التراث الدرس الأول التراث الوطني ما المقصود بالتراث؟ هو ذلك الموروث الحضاري الذي يشمل كل ما خلفته الأجيال السابقة في مختلف المجالات المادية والمعنوية عدد أقسام التراث أولاً التراث المادي ثانياً التراث المعنوي التراث المادي ويقصد به التراث الذي عملته يد الإنسان مثل أولاً المباني وأيضاً ما كشفته الحفريات وتضمه المتاحف بقايا المدن التاريخية والمعالم العمرانية والمنحوتات والمسكوكات أيضاً الأدوات الفخارية والخزفية والزجاجية والمنسوجات والأسلحة ثانياً التراث المعنوي وينقسم إلى قسمين أو السؤال ما هي أقسام التراث المعنوي تراث فكري ويشمل ما عرف عن السلف من علوم ومعارف تينية وما قدمه السابقون من علماء وكتاب ومفكرين وفنون أدبية وخزفية وخطية ثانياً تراث اجتماعي وحياتي مثل أولاً قواعد السلوك والعادات الاجتماعية والقيم الاجتماعية ثانياً التقاليد والأمثال ثالثاً الموروثات الشفوية مثل الحكايات واللهجات والأزياء والفنون الشعبية كالغناء والأهازيج وغيرها ما المقصود بالتراث الشعبي؟ وهو التراث الذي يتكون من الحكاية الشعبية كالقصص والقصائد والقصص البطولية والفنون والحرف وأنواع الرقص واللعب والحكايات الشعبية للأطفال والأمثال والألغاز وغيرها ما هي أهمية التراث؟ أولاً يمثل الدعام الأساسية من دعامات الهوية الوطنية ثانياً يبين إنجازات الشعوب ورقيها ثالثاً ينمي في النفوس الاعتزاز بالأجداد وإنجازاتهم رابعاً يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال السياحة والسؤال الأخير ما الأخطار التي تهدد التراث؟ هناك عاملين عامل طبيعي وعامل بشري بالنسبة للعوامل الطبيعية مثل الأمطار والسيول والرياح والعواصف والهزات الأرضية ونمو النباتات ثانياً العوامل البشرية مثل أولاً الحرائق ثانياً النزاعات والحروب ثالثاً أعمال الهدم والتخريب رابعاً قلت وعي المواطن بأهمية التراث ترجمة نانسي قنقر